اشتركوا في القناة الموضوع الاول اللي هو رح نحكي عن اسئلة او سؤال موضوع عن الطاقة واستخدام سور القرآن لامور تعلق بالطاقة والموضوع الثالث وهو طريقة استخدام الطريقة اللي شرحناها بالحلقة مش الماضية اللي قبلها عن صفات الكواكب وتحليل صفات الكواكب وتأثيرها على الاشخاص وكيف ممكن تستخدموها او تحسبوها بالطريقة اللي ممكن تحللوا فيها شخصية اي شخص ممكن تحللوه وتعرفوا بعض الصفات الدفينة اللي بتكون موجودة فيه بشكل مختصر وسريع خلينا نروح على توقعاتنا اليوم طبعا توقعاتنا اليوم هي لا يوم الثلاثاء 13 تموز القمر اليوم رح يتنقل ما بين برج الاسد برج العذراء هو الان القمر موجود في منزلة الصرفة في برج الاسد وهي للربح والضرر الخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات رح يمكث فيها لغاية الساعة 24 دقيقة مساء من مساء يوم الثلاثاء بعدين بدو ينتقل بعديها لمنزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج طبعا القمر الان فيه خلو مسار هو في برج الاسد طبعا بما انه لسه موجود او ما زال موجود في برج الاسد معناته ما زال يعني شغلة الكرم او النشاط او الحيوية الاستمتاع والتركيز عليها هاي الامور تبادل العواطف برضو ممتازة جدا بتظلها معنى لغاية الانتقال اللي هو اللي بيجي في ساعات الصباح طبعا ما مننصح لنا فترة خلو مسار لا شراء حلية ثمينة ولا موضوع الاعلقة باقتراض المال ولا مواضيع مهمة خلو المسار مستمر طبعا من الساعة 12 ظهرا اليوم اللي هو موعد بث الحلقة ورح يستمر لغاية الساعة 8 ونص صباحا من صباح يوم 13 الشهر لا ينتقل بعدها لبرج العذراء وحكينا انه فترة خلو المسار هي فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار مثل ما حكينا انه الساعة 8 ونص صباحا بتوقيت جرينيتش بصير القمر في برج العذراء فبتتغير التأثيرات علينا من عود لطبيعتنا الجد مننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة او في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام نشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد وننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود يعني نوع من انواع الوسواس في هاي الفترة هي تعتبر فترة جيدة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكحول البدء ببرنامج حمية مثلا بوسع نقتناء حيوان اليف مطالعة كتاب مفيد البدء بوظيفة او عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية الاول زاوية رح تكون موجودة عندنا هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام ساعة عشرة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا يعني ما قبل الظهر تقريبا يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التسديس ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة وحدة واربع دقائق بعد الظهر ان نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية بطيئة هي زاوية اقتران هي اقتران ايجابية من المفروض لو انها مش بوضع التقابل فالاقتران هذا اصبح سلبي وبين الزهرة وبين المريخ ورح تكون هاي الزاوية الساعة وحدة واثنين وثلاثين دقيقة بعد الظهر اوجها يعني بمعنى اخر اللي هتأثير فترة الان هي اوجها ما بعدها بتصير بعض الاحداث فعشان هيك بتكونوا حذرين منها بتجعل التفاهم مع من حولنا صعبة واكثر المتضررين هم المتزوجون او اللي على علاقات عاطفية لانها هاي الفترة ممكن تخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية كبيرة فعشان هيك بتكونوا حذرين جدا اما بالنسبة للامور بما انه القمر رح يصير في العذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس خمسة عشر سبعة بيبدأ في تمام الساعة ستة وستة واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة ظهرا لينتقل بعدها القمر لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اربع ايام هو القمر الجديد في تمام الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح خمس ايام نسبة اللضاءة بتصير خمسة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنان وعشرين سبعة هي سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الاسد ينتقل للعذراء ورح يبقى فيه لغاية يوم خمسة عشر سبعة طبعا هو سعيد اليوم بنسبة ما بين عشر في المية لخمسة عشر في المية عطارد في السرطان حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الاسد حتى يوم اثنان وعشرين سبعة ما زالت منتحسة بنسبة خمسة وسبعين في المية المريخ في الاسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أنه من الآن لغاية ساعات الصباح القمر موجود في البيت الخامس اللي هو الأسد معناته بظل قوة العاطفة موجودة بظل في ميل للتواصل مع الأحبة لأمور إلها علاقة بالترفيه تغيير الجو الاهتمام بالأبناء أمور بتساعدنا في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالحضوض برضو بما أنه القمر سعيد ولكن بنقول حاولوا تضبطوا أعصابك لأنه برضو وجود الكواكب اللي موجودة في البيت الخامس اللي ضاغطها هاي بتسبب نوع من أنواع الخلافات مع الأحبة فحاولوا قدر الإمكان ما تثيروا أي جدال أو عصبية أو حدية خلال هذا اليوم أما من ساعات الصباح فبدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه القمر رح ينتقل يصير في العذراء يعني البيت السادس فبتتراكم في الأعمال أكثر من المعتاد بتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم صحيح أنه ما في شيء بخوف لأنه القمر الوحيد اللي موجود في البيت السادس وهو سعيد فمعناته الأمور مش خطرة ولكن برضو لا تهملوا أعمالكم حاولوا تركزوا وتعملوا جدول أو جدولة للأعمال ما تخلوها تحاولوا تنجزوا أكثر من عمل في نفس الوقت برج الثور طبعا بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغرير جذري على مسكنكم بدكوا تهتموا بالشؤون العائلية والأمور العائلية بشكل كبير رح يظل التركيز أو الموضوع الأساسي عندكم شيء له علاقة بالعائلة ولكن الأهم ما في داعي للمشتريات قبل ساعات الصباح يعني مشتريات أشياء ثمينة أو أمور منزلية ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض الاهتمامات أو ممكن خلاف معين يلفت انتباهكم من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا التركيز بصير إيجابي أكثر فرح تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وبرضو بيكون في نوع من أنواع التطمينات ممكن اليوم تتواصلوا مع الأحبة أو تفكروا في نوع ممارسة شيء له علاقة بالهواي أو ممكن أمور لها علاقة بالرومانسيات أو العلاقة مع الأحبة أو الأبناء على حسب حق الاختصاصة يعني على حسب الحياة اللي أنت بتعيشها ولكن الأجواء بتكون داعمة بشكل إيجابي برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء بما أن القمر له علاقة في البيت الثالث لا إلك عشان هيك بتركز على أمور إلها علاقة في الامتحانات فبما أن القمر الآن في فترة خلوه مسار فدول الآن عندها فترة صباح فما نقول لهم اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوذ نهائيا ويحاول اللي عنده مثلا مشروع أو فكرة حابب أنه يطرحها يركز بشكل جيد عنده قدرة على الإقناع وقدرة على التواصل جيد جدا سرعة البديهة ممتازة جدا قدرتك على التحليل برضو جيدة في منك رح يهتم بموضوع العلاقة بالسيارة أو العلاقة بأجهزة إلكترونية طبعا هذا الموضوع لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية والاهتمام بالمسائل العائلية ككل ممكن يطرق اليوم عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك ممكن شيء له علاقة بصحة أحد أفراد العائلة أو موضوع بتعلق بحل مشكلة أو خلاف معين أو دعم من أحد أفراد العائلة مرج السرطان طبعا بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة لغاية ساعات الصباح لأنه القمر موجود في بيت المال وهذا بيعطي حافز لصرف الفلوس أو الدفعات أو تراكمات أو حل قضايا مالية في منكم ممكن يحصل على هدية أو دعم معين أو يجد حلول لتسوي معينة أو يبادر لحل مسائل كانت مثق لكاهله بالفترة الماضية من فواتير أو التزامات بعض الأشخاص ممكن يحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي الأهم أنه تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بالتنقلات بالاتصالات بالحوارات عندكم قدرة عالية على الإقناع سرعة البديهة موجودة قدرتكم على التحليل موجودة بصير عندكم نشاط عالي جدا لدرجة أنه اليوم ممكن ما تهدأ من كثرة الاتصالات والحوارات فعشان هيك اليوم بدك تكون مستعد للطاقة اللي راح تكون موجودة عندك وبرضو للأمور اللي ممكن أن تتحققها فحاول تستغلها ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد عليها لأنه ممكن أنها تكون نقلة نوعية برج الأسد طبعا النشاط مسيطر أكثر من يوم أمس لأنه القمر اليوم سعيد رغم أنه في فترة خلوه مسار فمن الآن يعني ممكن أنكم تواصلوا أعمالكم بشكل مجتهد أكثر نشاط أكثر صحتكم بلشت فيها نوع من أنواع التحسن أكثر رغم أنه الشمس موجود في بيت المتاعب لأنه اليوم بعطيكم إيجابية كبيرة أهم شيء نكون ما تبادروا لأعمال جديد حاولوا أنه تأجلوا لأعمال المهمة لبعد انتهاء خلوه المسار اللي هو بنتهي في ساعة ثمانية ونص صباحا بتوقيت جرينيج مع دي هالأجواء بتصير جيدة جدا على المستوى اللي إلو علاقة بالأمور المالية ممكن اليوم تنهمكوا بضبط ميزانيتكم أو تعديل بعض الأمور المالية أو يعني اتحاولوا ترتبوا بعض الأمور اللي بتتعلق بالأمور المالية أو مشتريات ممكن تحصل على دعم أو بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو هدية أو نوع من أنواع التكريم حاولوا قدر الإمكان برضو تنتبهوا وتحرصوا على مالكم من المحتالين بالفترة هاي لأنه في أشخاص ممكن يوعدوكوا أو يخلفوا بالوعد بالفترة هاي وبرضو انتبهوا من الصرف بدون حساب برج العذراء طبعا بما أنه الشمس موجود لسه في بيت المتاعب فهذا الإشي بيخلكوا تشعروا بأنه طاقة تكون ضعيفة بتشعروا ببعض التعب تراجعوا في الصحة عدم رغبة بإنجاز كثير من الأعمال يعني ممكن شعر البعض من موليد برج العذراء بخيبة الأمل بوعد معين كان من المفروض أنه يحقق نتائج ولكن أنه كان سلبي أما أنه ارتفض الوعد هذا أو خذلك الشخص اللي وعدك بهذا الشيء طبعا هذا الموضوع بيظل ضاغط عليك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويوصل لعندك فعشان هيك بتبلش الطاقة من ساعات الصباح تيجيك بشكل كبير فبتمتلقوا من بعدها بنشاط حيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لها وضع بناسب وضعك فممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال رح تتمتع بقدرة على قلب المعطيات لصالحك أهم شيء أنه تبعد شوي عن الانتقادات وتبعد عن الحدية بالطباع حاول أنك ما تغامر وما تعصب وحاول أنك تخلي كلامك واضح لأنه ممكن تنتقد شخص وهذا الانتقاد ينفهم بشكل غلط برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وبرضو من الآن ممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أحد الأصدقاء الأهم أنك تضبط أعصابك من خلاف معين أو سوء تفاهم حاول قدر الإمكان أنك تكون مرن اليوم بتعاملك بالعلاقات الاجتماعية قدر الإمكان ما زالت الأجواء يعني لصالحك في بعض النقاط ولكن حاول أنك تنجز الأعمال المهمة قبل ما نوصل لساعات الصباح لأنه في ساعات الصباح القمر رح يوصل للعذراء فهذا بيت متاعبك فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم طبعا ما فيه مخاطر كبيرة على الصحة لأنه ما فيه كواكب ثقيلة والقمر موجود سعيد فعشان هيك ما فيه خوف على الصحة ولكن الانتباه واجب أهم شيء أنه اليوم حاول أنك ما توقع على عقد ما تحسم أمر لأنه الطاقة لسه ما وصلتك بالكامل يحاول يعني أن قدر الإمكان أنك أنت تتحرك بترتيب أوراقك بشكل جيد انطلاقا للأشياء المهمة إذا كان لا داعي أو لابد من توقيع ورق اليوم وقع وانت مطمئن بعد ساعات الصباح ما لكن دقق بالتفاصيل أكثر برج العقرب بما أن القمر موجود في بيت السمعة وبيتك العاشر فعشان هيك بنقول لك بدك تظلك محافظ على سمعتك اليوم وتحافظ على إنجازاتك القائمة في مجال العمل وعلاقتك بالمسؤولين طبعا في أشخاص بقول لك إحنا عندنا ليل يعني وين العمل والمسؤولين وهذا لا هذا من خاطب في الأشخاص اللي عندهم أو دولهم فيها نهار الآن هدولة اللي بدهم ينتبهوا من هاي النقاط ما في داعي لمخالفة القوانين ما في داعي للمجازفة أو المغامرة طبعا ما توقع على أي ورقة إلا إذا راجعتها ودققت بتفاصيلها قبل ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يصير في بيت حليف لإلك فرح تنشطوا بين الأصدقاء رح تنشطوا بعلاقاتكم الاجتماعية ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من اتصال من صديق أو دعم صديق لإلك أو ممكن يعني تكون زي رحلة أو طلعة أو لقاء بينك وبين الأصدقاء في مكان عام منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع لإلك وهذا بيخليك تتلقى اتصالات هاي الاتصالات دائما بتيجي من مسافة بعيدة من مكانة بعيدة من أشخاص أجانب برضو بتحفز بعض الأشخاص للمراسلات للاتصالات أو لللقاءات أو المقابلات أو حتى أمور إلها علاقة بالسفر الآن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة من الآن لغاية ساعة الصباح بده يركز بشكل جيد الأجواء مش قوية بالحضوض لأنه فترة خلوم مسار فعشان هيك ما في داعي إنك تحسم أمرك على أي موضوع بتعلق من الأشياء اللي إحنا ذكرناها طبعا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويدخل في بيت السمعة فبدكوا تحافظوا على سمعتكم على مصالحكم الاجتماعية علاقاتكم برؤساتكم بالعمل تحاولوا تنجزوا أعمالكم برضو الفترة هاي جيدة للي بيبحث عن عمل أو مناسبة لتقديم الطلبات أو المقابلات أو إنجاز بعض الأمور المهمة اللي بتتعلق بعمل جديد واتجنبوا الخلافات وحاول إنك تسعى لتلطيف الأجواء خلي علاقاتك جيدة بالفترة هاي وحاول إنك توطدها مرج الجدي طبعا القمر بما إنه لسه موجود في البيت الثامن فرح يظل الاهتمام على الأموال المشتركة على أشياء قديمة على ميراث على مواضيع قديمة على ذكريات قديمة فأهم إشي أنك تتفحصوا حساباتكم المالية حاولوا أنك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة انتبهوا من المحتالين والنصابين بالفترة هاي حولوا ما توقعوا على أوراق حاسمة أو مهمة جدا دون استشارة أهل الإختصاص أو دون مراجعتها والتدقيق في تفاصيلها لا تكفلوا حد حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت حليف قويلة إلك اللي هو بيتك التاسع فرح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر الاتصالات البعيدة اللي عندهم مثلا بدرسوا في الجامعة امتحاناتهم بتكون جيدة وسهلة ممكن تفكر في تعلم لغة جديدة أو أخذ دورة معينة في موضوع معين أو حتى ممكن مواضيع إلها علاقة بالسفر أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ممكن تتلقى خبر معين يزعجك من مكان بعيد حاول أنك تضبط أعصابك وما تنفعل أنا بعرف أن الأجواء ضاغطة على موليد برج الجدي ولكن اليوم ممكن يكون من الأيام المميزة وخصوصا من بعد ساعات الصباح برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر مازل موجود مقابلكم تماما فعشان هيك الحوارات والنقاشات ما بينكم بين شركائكم أو أزواجكم هاي الفترة جيدة لهاي الأمور رغم أن المريخ والزهرة بشكل زاوي صعب جدا اللي من خلالها ممكن يصير خلاف حاد أو نقاش حاد ما بين المتزوجين أو ما بين الأحبة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب حاولوا أنكم ما تلتزموا اتجاه الطرف الثاني بأشياء ممكن أنكم ما تقدروا تنفذوها حاولوا قدر الإمكان تبعدوا عن الخصام والمشاكل وحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية لأنه الفترة هاي بتكون الطاقة ضعيفة من ساعات الصباح القمر بنتقل بصير في البيت الثامن فتركيزك كله رح يكون على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة أموال الزوج أموال شراكة أموال من شريك شركة أنت على رأسها مثلا بتتعامل بأوراق مالية ممكن تهتم فيها أمور إلها علاقة بالبنوك بالقروض هاي كلها أجواء ممكن تتركز عندك اليوم في منك رح يهتم في بعض المسائل الروحانية حاول إنك تدقق بالتفاصيل إنجز واجباتك بشكل كامل وبدقة حتى ولو كثرت هاي الواجبات حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية يعني الجو في إيجابيات ولكن بدك تحذر من المخادعين والمستغلين على المستوى المالي برج الحود واصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم القمر موجود في البيت السادس فما زالت الأجواء بتطلب منكم الحذر أو الانتباه لصحتكم أكثر انتباه لأعمالكم وإنجاز أعمالكم بشكل كامل ممكن شوي تشعر ببعض الضغط أو إنه الأعمال مش ماشية مثل ما بدك أو ممكن حصل بعض التعطيلات وهذا الإشي أزعجك في خلال اليوم من الماضيات اليوم ممكن تقدر تنجز هاي الأعمال أو تحقق إنجاز فيها الأهم الموضوع الصحي هاد أهم نقطة إنكوا تركزوا عليه وتراقبوا ما في شيء نقدر نحكي إنه خطير ولكن وجود المريخ بيخليني أدقق على موضوع الصحة بشكل أكثر وخصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة برضو هذا بيضغط على العامل النفسي بيخلي نفسيته الواحد بما أنه اقتران ما بين الزهرة وما بين المريخ بيسبب وسواس قلق طراب نفسي أو حتى ضغط عصبي بيصير عندكم من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت السابع لهو بيت الشراكة المالية والعاطفية حاولوا قدر الإمكان إنكوا تعززوا شراكتكم في هذا اليوم بدكوا تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر أزواجكم أو شركائكم وبدكوا تحاذروا من الخلافات اللي حاولوا ما ضخموا الأمور لأنه اليوم أي خلاف أو أي مشكلة رح تنعكس سلبا وممكن يصير حلها صعب فعشان هيك بدكوا تكونوا حاذرين من هاي النقطة طبعا هيك احنا منكون انتهينا من توقعاتنا والآن بدنا نروح على فقرة سؤال وجواب وخلينا نشوف إيش الأسئلة أو المواضيع اللي احنا رح نناقش فيها اليوم طبعا السؤال الأول اللي احنا رح نركز عليه اليوم لأنه لفت انتباهي أنه كثير أشخاص يعني بتعرضوا ل مواضيع ممكن شوية تكون ملفتة للانتباه لأنه زي احنا بيستخدموها في السوشيل ميديا نوع من أنواع الاستقطاب ولكن هي شوي فيها نصد بيجي شخص مثلا سأل على القناة بقول لي دكتور ايش هو الجفر الدانيالي فكلمة الجفر كلمة مش سهلة فهو علم كبير وواسع جدا عظيم لدرجة عالية جدا وصعب أني أنا من كتر ما رح أحكي عنه أو أمدح فيه لدرجة أنه الناس من قين تقول ببالغ لا الجفر من أكبر العلوم على وجه البسيطة يعني يعتبر هو من أكبرها فالجفر هذا مش شيء يعلم يعني مش شيء أنت بتروح بتجيب كتاب وبتقرأه فأنت بتفهم قواعد الجفر هاي بتستخدمها فممكن أنك تصير أنت والله صاحب علم الجفر فكلمة الجفر الدانيالي هاي لحالها نصب ماشي عشان أختصر الموضوع علم الجفر عشان إحنا نسلسل الأمور الجفر الدانيالي الجفر الشيباني الجفر المش عارف إيش الثابتي الجفر كل هذا عبارة عن وهم ناس أخذت في حالها مقلب بمعنى آخر فكرت حالها أنها بها وهي وصلت أو في نفس اللحظة بتحاول أنها تستقطب أشخاص لأسماء مش موجودة نوع من أنواع لفت الأنظار أول إشيء بالنسبة ل نيجي لعلم الجفر من هو صاحب علم الجفر صاحب علم الجفر هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو صاحب علم الجفر هو أول من عمل في علم الجفر واشتغل فيه وفيه كتب كثيرة بتحكي عن هذا الموضوع ولكن للأسف الشديد أنه هذه الكتب مغلوطة مش كاملة فيها نقص معين لأنه في أسرار في هذا العلم مش من المفروض أي شخص يتعلمها لأنه ممكن يكشف أسرار الغير أو يدخل فيه شؤون ما بتعنيه فعشان هيك اللي بدي يتعلم علم الجفر الحقيقي لازم يكون يعني بدناش نقول إنه بدي يصير زي سيدنا علي لأنه مستحيل يصير زي سيدنا علي ولكن بدي يكون عنده من بعض صفات سيدنا علي عليه السلام طبعا وهذا يعني الله أعلم تلاقيها ولما تلاقيها وهذه نقطة اثنين لما بيجي بيقول لك الجفر الدانيالي هو في أبو معشر الفلكي له كتاب أو مش الكتاب لا أبو معشر الفلكي هو الكتاب هي دار المحبة أعتقد وضعت كتاب اسمه كتاب النبي دانيال هذا الكتاب النبي دانيال جمع بعض العلوم من ضمنها أشياء عن أبو معشر الفلكي معظم الناس نزلت على السوق خصوصا المهتمين في الأمور الروحانية أو أمور الفلك أو أمور التنجيم أو الأمور هاي فجابوا لكتاب شافوا إنه النبي دانيال خلص معناته النبي دانيال هذا ففيش حدا في الدنيا بيقدر يقول إنه هذا كذب أو هذا ومنطلع بإشي جديد مش موجود فصاروا يقرأوا من الأبواب الموجودة في هذا الكتاب ويدعوا إنه هم بيتنبؤوا هم بنجموا هم بعرفوا في الغيب بعرفوا في المستقبل ففي من الأبواب الموجودة فيه عن علم الجفر فهم يقالوا الجفر الدانيالي بما أنه في كتاب النبي دانيال اللي هو عن أبو معشر الفلكي وهذا غير صحيح يعني هذه معلومات عن علم الجفر ولا تمت بصلة لعلم الجفر فيه ناس بيجي بقولك طب شو هو علم الجفر؟ علم الجفر هو علم الحرف والرقم مش علم الأوفاق يعني فيه علوم تتشابه بالطرق ولكنها تختلف تماما بالمضمون يعني لما تيجي أنت للزيارج الزيارج لها علمها برضو حرف ورقم تيجي أنت للجفر حرف ورقم تيجي لعلم الرمل فيه جزء كبير منه حرف ورقم تيجي لعلم الفلك حرف ورقم جاء قسم كبير منه فيه حرف ورقم ولكن كل طريقة عن طريقة تختلف بالحساب وتختلف بالتحليل وتختلف بالمعاني ولكن كلها في النهاية بتوصلني للحقيقة حتى لو اختلفت الأسليم فعشان هيك مش كل واحد يجي يقولك أنا بعرف في هذا العلم هو صادق أنه بعرف في هذا العلم دائما العلوم هاي علوم نقدر نقول أنها علوم شريفة وكريمة فلازم الشخص اللي بده يحمل هذا العلم عشان أحكم عليه أنه بعرف في هذا العلم ولا لا لازم يحمل صفتين يكون إنسان شريف ويكون إنسان كريم وبيخاف ربنا فإذا هدول الثلاث عناصر مش موجودات فبتحط X على الزلمة إذا كان الشخص ما بيهمه أنت إيش وضعك أو إيش المستوى اللي أنت واصله أو إيش الحاجة اللي أنت فيها وبيحاول يستغلك بتحط X عليه وأعرف إنه علمه غلط مش هو بس غلط لا وحتى العلم اللي بيحكي فيه غلط هذه العلوم لا تعطى إلا لمن يخاف الله وهذا الحكي حكينا قبل هيك فعشان هيك حبيت أعلقها هاي النقطة عشان يعني هيك أعطيها مدى كبير في الشرح عشان الكل يفهمها بالنسبة للموضوع الثاني اللي إحنا بنا نحكي فيه وبرضو فيه ناس كثير يعني ضاعت فيه أو فتنت فيه أو يعني من غباء اللي تحدث في هذا الموضوع ورط الناس فيه وهو إلو علاقة بالقرآن الآن بيجي بقولك بالقرآن وتورط فيه آه فيه في القرآن شغلات أنت بتتورط فيها وأنت ما بتعرف فمثلا بيجي وأحد بقولك إحنا بدنا ننظم الطاقة عندك فعشان ننظم الطاقة هاي وننور الشاكرات تبعتك الشاكرات السبعة فكل شاكرة مرتبطة بصورة من القرآن وهذه أول كذبة فعشان أنت نأخذ الشغلة بشكل قوي فبدك تقرأ ورد معين من الصورة هاي مثلا صورة البقرة عشان الشاكرة الأولى فبدك تأخذها على مدى لنفترض ست شهور ثلاث شهور أربع شهور سنة يعني بعطي هالسائل اللي تحدث هاد وقولك يعني أنا شغلطت هيني خلته يقرأ قرآن ماشي القرآن طيب ما هو أنت يلي خلته يقرأ قرآن أنت ما خلته يقرأ القرآن للتعبد أو للعبادة أنت خلته يقرأ القرآن عشان يعب الشاكرة فهذا الشخص نيتو من أول ما يعد وفتح القرآن مش عشان يقرأ قرآن عشان يتعبد فيها إلى الله هو يفتح القرآن عشان الشاكرة هاي بدو يعبيها بالنوراني العالي جدا عشان يصير عنده طاقة عالي جدا بدو يطلع واحد يقول لي لا ما هو من الأساس إحنا قرأناها لوجه الله ولله وللتقرب لله هذا كلام تضحك فيه على نفسك مش عليه لأنه من الأساس أنا ما مسكت القرآن عشان أنا أتعبد إلى الله يعني مش أنت في كل وقت والله بتفتح القرآن بتقرأ هاي السورة للعبادة فهاي أجرها إلى الله ولكن أنا فتحتها لمية كذا معناته أنت راحت قراتك وعبادتك لنيتك وصلت المعلومة هاي وحد نين طيب شو الحل يعني أنت هيك توهتنا يعني من يقرأش قرآن إذا أنا بدي أستخدمها في الطاقة لا يقرأ قرآن بس أنا بعلمك كيف تقرأ قرآن أول إشي ما تأخذ سورة من القرآن لأجل أنك أنت بدي أقرأ مثلاً أجيت أنا قلت قبل فترة أنه سورة الواقعة هي للطاقة تشحن الإنسان بالطاقة مش معنى هذا أني أنا لما أجي أقرأ سورة الواقعة أركز بالطاقة لا أنا بركز بكل أبواب سورة الواقعة باجي بقول أنا بدي اليوم عندي ورد معين قراءة سورة الواقعة لأنال من بركتها وخيراتها من الله عز وجل فأنا إش حطيت في تركيزها حطيت أول إشي سورة الواقعة وفوائدها أو شو الأشياء اللي بتعطينا هي بتعطينا لسد الدين وبتعطينا للرزق وبتعطينا للطاقة وبتعطينا للحماية وبتعطينا للتحصين وبتعطينا للشفاعة وبتعطينا للعلاج وبتعطينا للردع وبتعطينا للزجر وبتعطينا للقسم على خلق الله طيب أنا لما أجي أركز للطاقة ولغيت تسعة شو رح تستفيد أنت أنت خسرت ما كسبت ولكن لما أقول أنا بدي أقرأها تعبدا إلى الله ونيتي أتعبد إلى الله وأكسب من طاقتها من أجرها من ثوابها من كل شيء فيها فأنا بحصل كل شيء فيها من ضمن أمور الطاقة أي سورة في القرآن بدك تقرأها حتى لو طلب منك أنك تقرأها كنوع من أنواع الورد فأنت بدك تقرأها مش لأجل غرض واحد حتى لو ما بتعرف فضائل هاي السورة اقرأها لله عشان توخذ من الله كل شيء هو الكريم وهو المعطي هاي النقطة اللي أنا حبيت أو أضحلكوا إياها عشان في ناس كثير بتشد عن الإشي الصح وبتدخل بأشياء غلط وهي مش فاهمة أو مش خاطر لها أو ما دخل مخها أساساً إنها هي تفكر والشخص اللي طلب منه هذا الإشي هو أساساً ما بعرف هو كان بقول لك لا ما هو يعني بيقرأ سورة البقرة زي اللي بيجي بيقول لك والله أنا قعدت سنة كاملة أقرأ سورة البقرة طيب ليش قرأت سورة البقرة بقول لك عشان العلاج طيب وباقي اللي في سورة البقرة إيش راح أصار فيه يعني أنت لغيت كل فضائل سورة البقرة وللعلم عشان أعطيكم معلومة مش عشان هسا ناس ترجع تقول لي هذا سورة البقرة هي بتبعد الشيطان ثلاثة أيام يعني بتبعد عن البيت أو عن المكان أو عن الشخص بتبعده ثلاث أيام طيب سورة البقرة هاي ليش في ناس بتتعب منها أول إشي لطولها لأنها بحاجة لنفس واحد اثنين هاي سورة البقرة فيها آيات رحمة وفيها آيات وعيد وفيها آيات عذاب وفيها آيات حرب وفيها آيات تقرب وفيها آيات لها علاقة بتهدئة النفس فأنت لما تيجي تخلط كل هاي الأشياء مع بعض يعني زي اللي بتضرب كف وبتبوس محل ما ضربت الكف وبتحط له كحول على محل الكف وبترجع بتضربه برجلك على وجهه وبترجع بتبوسه مرة ثانية وبترجع بتلخمه يعني تعمل انت خربطة تدوره للشخص اللي بظل مستمر على سورة البقرة لفترات طويلة طب ما عندك سور ثاني في القرآن في عندك طب أنا بدل ما أقرأ سورة البقرة إذا أنا بدي أمنع الشيطان أو بدي أنظف بيتي من الشيطان وبدي أنا أخلي بيتي يطهر بسرعة هائلة جدا بدل ما أنا أقرأ سورة البقرة وأقعد عليها مثلا ساعة ونص وأنا أقرأ فيها وإذا بدأ قرأها حذر أخذت معي ساعة لا بروح بقرأ سورة السجدة سورة السجدة مصغرة سورة البقرة بقرأها وهي أنا حصلت على الشيء اللي أنا بدي أياه وإنه سورة البقرة اللي بقرأها بتعالجه من المس والسحر والمش عارف إيش لا هي هربت اللي موجود هي هربت وطردت لمدة ثلاث أيام وبعد ثلاث أيام إذا أنت عصيت أو أخطأت أو هذا بدي عود يرجع مرة ثانية فهي ما عالجت إلا من رحم ربي اللي ربنا أراد له أنه يتعالج فيها فعشان هيك أنا مش بحبتكو أنا بعلمكو لا تقرأ سورة على نية واحدة اقرأ السورة على كل نواياها وأترك الباقي على رب العالمين هو اللي بعطيك هو الوهاب وهو اللي بوهبك وهو اللي عارف إنت إيش اللي بتستاهله هاي موضوع ثاني بالنسبة للأمر اللي رح نشرحه الآن هي طريقة استخدام التحليل الرقمي أو النومرولوجي اللي احنا شرحناه في الحلقة مش تبعت أمس اللي قبلها فحكينا احنا صفات الكواكب الإيجابية والسلبية وأعدادها أرقامها وحكينا أنه هاي هي كفيلة بأنها تعطيك نبضي عن الشخص سريعا في التحليل الآن في أشخاص أجوا صاروا يسألوا يقولك أخذ اليوم والسنة ولا أخذ المجموع الكلي ولا أخذ اليوم والشهر والسنة لحالهم ولا أخذ الاسم لحاله ولا أخذ مش عارف إيش يعني صار فيه نوع من أنواع الفوضى الآن هذا النومرولوجي إلو علاقة بالأساس بتاريخ ميلادك يعني حساب تاريخ الميلاد عشان هيك بدنا نجرب نحسب على تاريخ ميلاد منيجي نقول تاريخ الميلاد هذا عشرة ستة ألف وتسعمية وخمسة وثمانين ماشي منيجي أول شغلة بنعملها عشرة من نعمل خط تحتيها نسحب خط من البداية للنهاية منكتب عشرة مننزلها بتصير واحد لأنه لغينا الصفر ومننزل رقم ستة لحاله اللي هو رقم الشهر إذا كان اطنعش منزيد اثنين زائد واحد ومننزل ثلاثة الآن إحنا منحسب لشهر ستة معناته مننزل رقم شهر ستة بعدين منحسب ألف وتسعمية وخمسة وثمانين خمسة زائد ثمانية قديش بطلع عنا ثلات عش هاي ثلات عش وتسعة زائد واحد عشرة فبصير عنا ثلات عش وعشرة ثلات عش زائد عشرة ثلاثة وعشرين ثلاثة زائد اثنين لأنه مننجفرها العدد واحد ثلاثة زائد اثنين خمسة هاي مننزل الخمسة أصبح عنا تحت اليوم واحد والشهر ستة والسنة خمسة ماشي؟ الآن بدنا نطلع الرقم التوتل أو الرقم الكلي لهذا الموضوع فبنيجي بنحسب اللي هو واحد زائد ستة سبعة زائد خمسة سبعة زائد خمسة كديش بصير عنا اثناش واثنين زائد واحد ثلاث وإنه رقم ثلاث له علاقة بالمشتري هاي حطينا ثلاث على الجنب فصار عنا الأعداد اللي إحنا بدنا نحللها اللي هو رقم واحد ورقم ستة ورقم خمسة ورقم ثلاث اللي هي الأربع أعداد هذول الآن إذا تكرر عندي صفة يعني إجاء مثلا عصبي وعصبي معناته عصبي أكيد إذا أجاء مثلا عصبي عصبي ومثلا هادئ فمن حط العصبي عصبي هاي هي طرحة الهادئ لأنه ثنتين مقابل واحد الآن نيجي مثلا على رقم واحد ديكتاتوري ديكتاتوري خلص بنحطها على الجنب فمنصير نكتب الصفات تحت الأعداد يعني بنحط واحد وبعدين تحتيه ستة تحتيه خمسة تحتيه ثلاثة بنحط الصفات الإيجابية للأعداد والصفات السلبية للأعداد الآن عشان تطلع الحسبة أكبر بالنسبة المئوية الآن هاي تعطيني أنا معالجي سريع لأني حلل الشخص هذا بشكل سريع طيب عشان أنا أوصل لمرحلة أني أحلله بدقة تصل لعالية شوي يعني نصل لخمسين في المية من تحليل شخصيته هذا وأكثر شوي لازم أعرف مواصفات برجه بما أنه هذا برج جوزاء فباجي بأخذ أهم صفات البرج الجوزاء وأهم سلبيات برج الجوزاء برضو بكتبهن صفات برج الجوزاء إيجابي سلبي بكتب الإيجابية وبكتب السلبية الآن إذا الإيجابيات اللي موجودة في برج الجوزاء وجدناها تتنافى مع السلبيات فمنلغي من السلبيات لأنه البرج هو الأساس في الموضوع أكثر من الرقم إذا لقينا السلبيات موجودة ومتكررة برضو في الأعداد من أكد عليها مية في المية طبعا الحلقة الجاي رح نبدأ نذكر عاد عن الأبراج أهم نقاط أو كلمات تقال عن البرج يعني طبعا بدو يجي أشخاص يقول لا برجنا مش هيك هاي الصفة مش موجودة في هاي مش عارف إيش إحنا هاي دراسة لا أنا ولا مش أنا اللي حطيتها يعني هي هاي أسماء أو صفات البرج الطبيعية الآن راحت عندك فهي ممكن خارطتك الفلكية ممكن أرقامك نفتها ممكن أشياء كثير غيرتها ولكن لما تندمج اللي هو الحساب الرقمي مع صفات البرج بدو يعطيه نسبة عالية من صفاتك طبيعة الإنسان بيحب الإيجابية بيحبش السلبية وإذا ذكرت السلبية بيحاولين فيها فعشان هيك هنا كل واحد بدو يحسب لحاله بعد حلقة بكرة إن شاء الله لما نذكر الأبراج كل برج إيش إيجابياته سلبياته فبيصير عندك تقريبا يعني أعطيتك أنا علم مختصر لعملية تحليل الشخصيات بشكل سريع جدا بدون ما ترجع تقرأ والله بدي أقرأ عن البرج الفلاني وحلل عن البرج الفلاني قرأتك عن البرج الفلاني هي بتعطيك صفات عامة لكل موليد برج الجوزة الآن لما أنت تحلل رقمه وتحلل تاريخ ميلاده تحلل تاريخ الميلاد كبرج تبعه أنت بتأخذ صفة الشخص نفسه فعشان هيك لازم تعطيك نسبة عالية في تحليل هذا الشخص فهي مختصرة للأشخاص اللي بدهم يرطبطوا أو لللي بدهم يشتغلوا تجارة أو شراكة أو علاقة عابرة مثلا أو حاب أنه هو يحلل شخصية الخطيب مثلا أو هذا الحبيب فهذا أسلوب مبسط بكرة إن شاء الله رح نذكر عن عملية كيف أن نحللها ونضيف عليها صفات الأبراج فعشان هيك حبيت أن أقتصرها عشان أنتو تعرفوا تحللوها اللي بيسألوا عن موضوع الأسماء قلنا الأسماء في طريقة أنك أنت بتجمع الأرقام بالتجفير وبتحسبها زي ما حسبنا تاريخ الميلاد بتطلع رقم وهذا الرقم عشان أنت تعرف إيش الكوكب الحاكم على الإسم هات عشان تعرف إيش بعطيك من صفات الآن لما بدك تحسب برج برجك أنت العربي إيش هو أو اللي بنسموه برجك الباطني بالطريقة الغلط طريقة صحيحة أنك بتحسبها عدديا وبتصير تطرح 12 12 12 ليطلع معك رقم من 1 إلى 12 بتأخذ مثلا طلع عندك رقم 3 معناته الجوزاء طلع عندك رقم 6 معناته العذراء طلع عندك رقم 8 معناته العقرب يعني هيك بتمشي الأمور طلع عندك 12 معناته برج الحد فهي صفة بتقدر تستخدمها هيك وبتستخدمها هيك هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة